الأهل الكرام، أهلا وسهلا فيكم بجمعية شاهد قسم الدعم النفس الاجتماعي بجلسة جديدة من جلسات التربية الإيجابية للأهل اللي عندن أطفال واللي هي بعنوان الانضباط بكرامة ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يوصلكوا كل شي جديد أهداف الجلسة، كيفية اتخاذ الوقت للهدوء، تعلم تقنيات الانضباط المسالم غير العنيف هل تتذكر الإجهاد السام؟ بس يمر الأطفال بانضباط بدن حاد، العنف، الإهمال، السخرية بعان الأطفال من الإجهاد السام ممكن للإجهاد السام يأثر بشكل سلبي على نمو عقل الطفل بيزيد مخاطر الأمراض وبيأثر كمان على قدرة الطفل بحل المشاكل حتى لما يوصل لسن البلوغ بتعلم الأطفال أن العنف طريقة مقبولة بالتصرف بحالة العصبية لهيك من المحتمل يستعملوا للعنف كمان بس يمروا بحالة عصبية اتخاذ الوقت للهدوء من المهم على أولياء الأمور الاعتناء بأنفسهم للاستجابة لاحتياجات ولادهم بأسلوب هادي وراعي أنتوا مش لحركوا كأولياء أمور بتغضبوا على أطفالك كل الناس بتغضبوا على الأطفال ولكن بتعلموا أن هن يبقوا مسيطرين على مشاعرهم مش بس عشان نجنب أطفالنا الكرب من وجود ولي أمر عصبة بيصرخ على الأطفال لأنه الضرب بصراح على الأطفال بيعلم الأطفال يتصرفوا بنفس الأسلوب بس يكونوا كمان هن معصبين بس يسيطر أولياء الأمور على أعصاب هن بقوموا بتوضيح وتعليم الأطفال المهارات المناسبة لازم دائماً نتذكر التدريب على التنفس وقوة التفكير الإجابة تقنيتان للانضباط المسالم الغير عنيف هاو التقنيتان بيعززوا المحيط الراعي اللي هن التقنية الأولى الإهمال والتانية الذهاب إلى زاوية القرفة مبادئ مهمة للإهمال إهمال السلوك السيء الغير مدير بالطفل أو بالآخرين اللي هو بالعادي نوبة غضب إذا صار ابنك يبكي لأنه بده شيء بالطريق مثل قطعة حلاو أو غيره مع معك مصاري ما تهتم لبكاءه ما تحكي شيء ما تتطلع بالطفل وما تبتسم محتمل إنك تدير ظهرك كمان ما بتحتاج للضرب والصراخ على الأطفال الإهمال برس الرسالة وبتوقف الطفل عن البكاء بعد لفة انتباهك وبثكت الطفل تلقائيا أهمل التصرف كليا الإهمال ممكن إنه يبدأ سهل بس هو بالحقيقة صعب لأنه الأطفال ما بيحبوا أهمال أو لياء أمورهم لإلهن وببعض الأحيان بس يشعروا بالإهمال بسيءوا السلوك أكتر من المحتمل إنهن يصيروا يبكوا ويصرخوا بصوت عالي أكد على استمرارك لإهمال هاي السلوكيات السيئة ما تبلش بإهمال هام بعدين تعطيهم اهتمام لمن يبلشوا يبكوا بصوت عالي هذا الشي بيعلمهم إنه يحصلوا على اهتمامك من خلال السلوكيات السيئة أهم جزء من الإهمال هو مدح أطفالك عند انتهاء السلوك السيئة بحالة الصراخ بعد ما يتوقفوا عنه قول عجبني كتير إنك هديت مرة تانية أو شكرا لإنك إنت هديت هيك بعرف أطفالك إنه السلوك السيئ ما بيحصل على اهتمامك بعض السلوكيات مش ممكن إهمالها مثل تسبب الطفل بأضل شخص تاني أو أضل نفسه هاي السلوكيات بتطلب تقنيات أخرى مثل الذهاب لزاوية الغرفة هو تقنية للانضباط الإيجابي وبديل العقوبات البدنية متعلق بفكرة الإهمال على أولياء الأمور إن هن يحطوا أطفال بزاوية الغرفة بس يبينوا سلوك سلبة زاوية الغرفة هي مساحة من عزلة ما بتوفر فيها تواصل مع البالقين أو الأطفال التانيين على أولياء الأمور إبقاء الطفل بزاوية الغرفة لحتى يهدى اتذكروا إن الأطفال الصغار بيحبوا الاهتمام والذهاب لزاوية الغرفة ما بيوفر اهتمام أولياء الأمور لإلهم من أحسن الأوقات لاستعمال تقنية الذهاب لزاوية الغرفة هو بحالة تصرف الأطفال بعمف الطريقة الوحيدة لنجاح تقنية الذهاب لزاوية الغرفة هي إذا أمضى الأطفال وأولياء الأمور وإتخاص مع بعض لأنه على الأطفال وأولياء الأمور تمضية وقت خاص مع بعض لتكوين علاقات المحبة والرعاية نجاح الذهاب لزاوية الغرفة عند اتباع أولياء الأمور للإرشادات التالية ما بتنجح فكرة الذهاب لزاوية الغرفة للأطفال الأصغر من ثلاث سنوات لأن الأطفال بهذا العمر بيحتاجوا لمساعدة أولياء أمورهم ليهدوا من الأفضل استعمال طريقة لإلهاءها والأطفال أو إعادة توجيها بتنجح فكرة الذهاب لزاوية الغرفة للأطفال ما بين ثلاثة إلى عشر سنوات من الأفضل استعمال الإهمال والعواقب للأطفال بين 11 و 12 سنة لازم نتأكد من شرح أسباب الذهاب لزاوية الغرفة بصورة واضحة مثل أنت ضربت أخوك وهذا سلوك غير مقبول لهيك عليك الذهاب لزاوية الغرفة اتأكد من وجود مساحة مناسبة للإستعمال كمساحة للذهاب لزاوية الغرفة لازم تكون المساحة هادئة وبعيدة عن الأشخاص اللي عم تشاركوا بأنشطة ممتعة كل أفراد العيلة عليهم فهم واحترام قواعد الذهاب لزاوية الغرفة ولازم يمتنع الجميع عن الحديث أو الاختلاط مع الطفل اللي بالزاوية لحتى يهدى إذا بتقدروا خصصوا وقت للذهاب لزاوية الغرفة بتطلب الأطفال ثلاث دقايق تأريباً ليهدوا ويرجعوا على أولياء الأمور إعادة مشاركة الطفل بعد هدوء وتوفير الانتباه للسلوكيات الجيدة اللي عم بيقوم فيها بعد انتهاء مدة زاوية الغرفة تنجح فكرة للذهاب لزاوية الغرفة للأطفال اللي بيستخدموا سلوكيات عنيفة اتذكروا مرة تانية إنكوا تشرحوا للأطفال ليش بدهن يروحوا على هاي الزاوية إذا خبرت الأطفال إنه عليهم يروحوا على زاوية الغرفة ممكن إنهن ما يعودوا يتصرفوا تصرفات خاطئة بعد الانتهاء من الذهاب لزاوية الغرفة من المهم إنك تمدح تفلك لأي سلوك جيد بقوم فيه بعدها واجب منزلة على أولياء الأمور يجلس مع أطفالهم بالبيت وشرح مفهوم الذهاب لزاوية الغرفة وعليهم تطبيق الذهاب لزاوية الغرفة مع أطفالهم لحتى يعرفوا الفكرة والهدف من هاي الاستراتيجية اللي بتساعدهم على الهدوء كمان على أولياء الأمور أخذ وقت لإلهان لما نحسوا حالا بحالة غضب ويتذكروا إنه من أكتر الطرق للاستجابة إنه الطفال بتصرف زيها فعليهم يبقوا أكتر هدوء ياريت نطبق هاو الأنشطة وتخبرونا شو عم تطلع معاكم النتيجة أحبابي إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يوصلكوا كل شي جديد اشتركوا في القناة